قصص حيالية قبل النوم فالصد الملكة الشريرة والتوأم ذهبي الشعر بصوت هادئ من إيماجيتون كان يما كان في قديم الزمان وسهل في العصر والأوان ولا يحب الكلام إلا بذكر الرحمن والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان هناك ملك شاب يرغب كثيرا في الزواج لكنه لم يستطع أن يحسم أي مكان هو الأفضل للبحث عن زوجه وفي إحدى العشريات بينما كان يسير متنكرا كعادته في شوارع عاصمته توقف ليصغي قرب نافذة صغيرة مفتوحة حيث سمع فتيات ثلاث يتجاذبن أطراف الحديث فرحات كانت الفتيات تتحدثن عن خبر شع فخيرا في أرجاء المدينة وهو أن الملك قد عزم على الزواج في أسرع وقت صاحت واحدة من الفتيات لو أن الملك يتزوجني لكنت أنجب له صبيا يكون عظم الأبطال في هذه الدنيا وقالت الفتاة الثانية لو كان لي أن أغدو زوجتها لأهديت بوصبيين في آن المعن توأما بشعر ذهبي أما الفتاة الثالثة فأعلنت لو أن الملك يتزوجها لكانت تعطيه ابنة لا مثيل لجمالها في الدنيا الواسعة سمع الملك الشاب كل هذا وفكر لبعض الوقت في كلماتهم وحاول أن يتوصل إلى قرار أي الفتيات الثلاث ينبغي أن يختار زوجة النهر وفي النهاية قرر أن يتزوج من التي قالت إنها ستنجب له توأما ذهبي الشعر وما إن وطد العزم على ذلك حتى أمر أن تجري على الفور جميع الاسبعدادات لزواجه وبعد وقت قصير حين بعد كل شيء جاهز تزوج الفتاة الثانية من بين الفتيات الثلاث بعد أشهر عد الزواج تلقى الملك الشاب الذي كان في حرب مع أحد الغمراء في الجوار أنباء عن هزيمة جيشه وأنه ينبغي أن يحضر للتوب إلى المعسكر فهدر العاصمة ومضى إلى جيشه تاركاً للملكة الشابة في قصره كي ترعى زوجة أبيه كانت زوجة الأب هذه تكره كنتها أشد الكرة عندما أوشت الملكة الشابة أن تضع قالت الملكة العجوز إن من المعتاد في العائلة الملكية أن يولد ورثة العرش في حشرة مهملة على القصر فبدقت الملكة الشابة ما قالته حماتها فلم تكن تعلم عن عادات الأسر الملكية سوى ما تعلمته من السماع أو المشاهدة بعد زواجها من الملك مع أنها أسفت كثيراً لمعادرة جناحها الرائع والصعود إلى علية بائسة عندما ولدت توأم ذهبي الشعر تالت الملكة العجوز أن تسرقهما من مهدهما ووضعت مكانهما شروين قبيحين ثم دفنت الصبيين الجميلين بشعرهما الذهبي حيين في بقعة معزولة من حدائق القصر وأرسلت إلى الملك أن الملكة الشابة قد أنجبت له جروين بدلاً من الوريثين الذين كان يأمر مجيئهما وقالت الحالة الشريرة في رسالتها إلى الملك إن ذلك لم يدهجها على الرغم من أسابها الشديد للحيبة التي مني بها الملك فلطالما خطر لها أن صداقة عظيمة تربط الملكة الشابة بالجن والعفاريد وكل سنوف الأرواح الشريرة حين ترق الملك الرسالة تملكه ذلك الصخط المخيف لأنه لم يتزوج الفتاة إلا لكي تنجب له التوأم ذهبي الشعر الذي وعدته به فيرس عرشه ولذلك أرسل رداً إلى الملكة العجوز بأن توضع زوجته في الحال في قبو رطب في القلعة الأمر الذي حرصت المرأة الشريرة على أن تراه ينفذ دون تأخير وهكذا قلقي بالملكة الشابة المسكينة في قبو مظلم بائس تحت القصر ولم يقدم لها سوى الخبز والماء لم يكن في هذا السجن سوى ثقب بالغ السعر لا يكاد يسمح بدخول الضوء أو الهواء لكن الملكة العجوز اهدانت أن تجعل عدداً كبيراً من البشر يمرون بهذا الثقب ويسيئون للملكة الشابة الشقية منادين عليها هل أنت الملكة حقاً؟ هل أنت الفتاة التي غشت الملك كي تغدوم ملكة؟ أين توأمك ذهبي الشعر؟ لقد غشت الملكة وصديقتيك وها هي الصاحرات قد غشتك غير أن الملكة الشاب على رغم من غضبه الشديد وشعوره بالمهانة حيال خيبة أمله الرهيبة كان في الوقت ذاته أشد حزناً واضطراباً من أن يرغب في العودة إلى القصر ولذلك بقي بعيداً على مدى الدسعة أعوام كاملة عندما رضي أن يعود في النهاية كان أول شيء لاحظه في حدائق القصر شجرتين فتيتين جميلتين لعما الحجم ذاته والهيئة ذاتها كان لهاتين الشجرتين كلتيهما أوراق وبرعم ذهبية وكانتا قد نمتا وحداؤما في البقعة ذاتها حيث دفنت خانة الملك الصبيين دوي الشعر الذهبي بعد أن سرقت أما من مهديهما عجب الملك بهاتين الشجرتين كثيراً ولم يكن يمنل النظر إليهما غير أن هذا لم يسر الملكة العجوز مطلقاً لأنها كانت تعلم أن الأميرين الصغيرين مدفونين حيث نمت الشجرتين تماماً ولطالما كانت تخشى أن يبلغ ما فعلته مسامع الملك على نحو من الأنحاء ولذلك زعمت أنها مريضة جداً وآلنت أنها لا بد مائتة ما لم يأمر ابن زوجها الملك بأن تقطع الشجرتين ويصنع من خشبهما سرير لأ ولأن الملك لم يرد أن يكون سبباً في موتها فقد أمر بأن تحقق رغبتها على رغم من أسفه الشديد لفقدان شجرتين المحببتين وسرعان ما صنع سرير من الشجرتين رقدت عليه الملكة المتمارضة كما رغبت ولقد سرها كثيراً أن الشجرتين بأوراقهما الثهبية قد اختفتا من الحديقة غير أنها حين حد منتصف الليل لم تستطع أن تنام أو يضمد لها جفر إذ دراء لها أنها سمعت لوحي الخشب الذين صنع منهما سريرها يحدثاني واحد عما آخر وتراء لها في النهاية أن واحداً من النوعين قد قال بأشد ما يكون الوضوح كيف حالك يا أخي؟ فأجاب النوك الآخر شكراً إنني في أحسن حال كيف حالك أنت؟ فرد النوك الأول آه إنني على ما يرام لكنني أفكر بحال أمنا المسكينة في قبوها المظلم لعلها جائعة للمعجة لم يغمض للملكة الشريرة جفن طوال الليل عد أن سمعت هذا الحديث بين نوحي سريرها الجديم ولذلك نهضت في الصباح الباكر وعمضت إلى الملك فشكرته على تلبية رغبتها وقالت إنها تحسنت كثيراً لكنها واثقة من أنها لن تشفى تماماً ما لم يقضع لوحة سريرها ويلقيان في النار فأسف الملك لفقداني حتى النوحين الذين صنعان من شجرتين المحببتين لكنه لم يستطع أن يرفض استخدام الوسيلة التي أشير إليها من أجل شفاء حالته كل الشفاء وهكذا قطع السرير الجديد قطعاً وألقي في النار غير أنه بينما كان اللوحان يحترقان ويتقطقان تعرض شرارتان إلى الفناء وفي غمضة عين شهد حملين جميلين بجستين ذهبيتين وقرون ذهبية هثبان في الفناء أعجب الملك بالحملين أشد الإعجاب وراح يستقصي من الذي أرسلهما إلى هناك ومن صاحبهما بل إنه أرسل المنادي مرات عديدة كي ينادي في أرجاء المدينة على صاحب الحملين بجستينهما ذهبيتين أن يظهر ويطالب بهما لكن أحداً لم يظهر مما حدا بالملك أن يحسب في النهاية أنه لن يخرج على العدل إذا ما ضمهما إلى أملاكه راح الملك يكلأ هذين الحملين بأشد الرعاية وكان يأمر في كل صباح أن يطعم جيداً ويعتنى بهما لكن ذلك ما كان ليسر خالدهم عن الإطلاق ولم تستطع أن تحتمل حتى النظر إلى الحملين بجستين هماء الذهبيتين وقرونهما الذهبية لأنهما كانا يذكرانها على الدوام بالتوأم ذهبي الشعر ولذلك لم تلبث أن سعمت أن مرضاً فطيراً قد هلم بها وأعلنت عن ذقتها بأنها سرعان ما ستموت إن لم يذبح الحملان ويذبحان من أجلها كان الملك مولعاً بهذين للحملين بجستين هماء الذهبيتين أكثر من ولعيه بالشجرتين بأوراق هماء الذهبية لكنهم لم يستطع أن يقاوم طويلاً دموع الملكة العجوز وتوسلاتها خاصة أنها بدت مدنفة فذبح الحملان وأمر خادم بأن يأخذ جستين هماء ذهبيتين إلى النهر ويزيل عنهما دماء وبينما كان الخادم يضع الجستين في الماء انسل قدام بين أصابعه على نحو الماء ومضطا مع التيار الذي اشتد وتسارع في ذلك المكان بالذات وصادف آنئذ أن صياداً كان ماراً بجوار النهر ونظر في الماء فرأى فيه شيئاً غريباً فنزل في الماء وأمسك بصندوق صغير حمله معه كلا البيت وهناك فتحه وكان من دهشته التي تفوق الوصف أنه وجد في الصندوق صبيين بشعر ذهبي ولأنه لم يكن لدى الصياد أي أبناء فقد تبنى التوأم الذي أخرجه من النهر ورعاهما كأنهما ابناء وحين كبر التوأم وباتا شابين وسيمين قال أحدهما لأبيه بالتبني تصنع لنا ثوبين من تلك الأثواب التي يرتديها المتسولون ودعنا نذهب ونطف قليلاً في هذه الدنيا لكن الصياد رد قائلاً لا سأصنع لكما حلتين جميلتين تلقان بشابين من النبلاء غير أن التوأم توسلا إليه كثيراً أن يبدد مانه على شراء ملابس جميلة وقالانه إنهما يرغبان في أن يرتحلاك متسولين ففعل الصياد كما يريدان كعادته في الاستجابة لرغبات ابني الوسيمين بالتبني وأمر بأن تصنع لعما حلتان كتلك الكلل التي يرتديها المتسولون وارتد الولدان عندئذ كما يرتدي المتسولون وتمكنا من إخفاء فصلات شعرهما التهبية الجميلة وانطلقا لكي هي رياد الدنيا أخذا معهما ربابة وصنجا محاسيا وراحا يعلان نفسيهما بالغناء والعس هام التوأم على هذا النحو بعد الوقت قبل أن يصل في يوم إلى قصر الملك ولأن طلعا كان يوشك أن يخيم طلب الموسيقيان أن نسمح لهما بقضاء الليلة في واحد من المباني الخارجية الملحقة بالبلاث لأنهما فقيران وغريبان تماما عن المدينة غير أن الملكة العجوز التي صادف أن كانت في الفناق رأتهما وسمعت ما طلباه فقالت بحدة إنه لا ينبغي أن يسمح للمتسولين بأن يدخلوا أي ناحية من قصر الملك فقال المسافران إنهما كانا يأملان أن يدفعا مقابل إقامتهما لليلة أذاني وألحان لأن أحدهما يعزف ويغني على الربابة والآخر على الصنج لحاسي غير أن الملكة العجوز لم تتأثر بذلك بل ألحة على أن يغادر في الحال وكان من حسن حظ الأخوين أن الملك ذاته خرج إلى الفناق لحظة أمرتهما خالته الغاضبة أن يغادره فوجه خدمه في الحال أن يجدوا مكانا ينام فيه هذان الموسيقيان وأمرهم بأن يقدموا للأخوين عشاء شهيا بعد أن تناولا العشاء أمر الملك بأن يحضر أمامه علّه يحكم على براعتهما كموسيقيين ويعينه ويناءهما على تسجية الوقت في حبور هكذا أحضر الخدم الشابين بين يدي الملك بعد أن تناولا ما قدم لهما من أطائق وراحا يجدوان بهذه الأغرية السنون والعصفورة الجميلة بنت عشها بعناية في قصر الملك وفي العش ربت بالهناء اثنين من صغارها لكن طائرا أسود بشعا جاء إلى عش السنونوة كي يعكر صفو هنائها ويقتل صغيريها وأفلح الطائر الأسود البشع في إفساد هناء السنونوة الصغيرة المسكينة لكن الصغيرين نجيا على رغم من ضعفهما وريشهما الذي لم ينبت وحين كبرا وتمكنا من الطيران جاء ينظران القصر حيث بنت أمهما السنونوة الجميلة عشها غنى المغنيان الجوالان هذه الأغنية غريبة بعذوبة بالغة فتنت الملك فراح يسأله الله عن معنى كلماتها عندئذ نزع الشابان الندان يرتديان ثيابا وضيعة قبعتيهما فتدلت خصلات شعرهما التهبي فوق أكتافهما وتألق النور وسطع لينير القاعة برمتها ثم تقدما إلى الأمام معا وأخبرا الملك بكل ما جرانهما والوالدتيما وأثبتا له كأنهما ولداه حقا تم لك الغضب الشديد الملك حين سمع بتلك الشنائع التي ارتكبتها خانته وأعطى الأوامر بأن تفرق حتى الموت ثم مضى مع الأميرين بشعر إماء الذهبين إلى القبو البائس حيث حبست أمهما الشقية على مدى سنوات فأتوا بها من جديد إلى قصرها الجميل وحينما نظرت هناك إلى ولديها وشعرهما الثهبي ورأت كم يحبهما والدهما الملك نسيت في الحال سنوات بؤسها الطويلة أما الملك فقد شعر بأنه عاجز عن أن يعوض مليكته تلك الويلات التي مرت بها وولدي تلك المخاطر التي تعرضها لها وكان يشعر أنه صدق بسهولة قصص الملكة العجوز ولم يحمل نفسه عناء أن يتقص جيدا حقيقة تلك الأشياء الغريبة التي كانت تخبره بها وزيفها غير أن كل هذا الشعور بالثل والاضطراب والببس بلغ نهايته في آخر الأمر وعاش الملك وزوجته مع توأمهما ذهبي الشعر في سعادة مديدة وعنى ما رأيكم أصدقائي؟ هل تتوقعون أن يذهب التوأم إلى أبيهما بالتبني ليخبره عن رحلتهما ومهامرتهما وكيف أنهما استطعا في النهاية تشفى الحقيقة لوالدهما الحقيقي واستعادة حياتهما الأصلية؟ اكتبوا لنا في التعليقات ما هو رأيكم وإن أعجبتكم الحلقة وهذا ما نتمناه اضغطوا على سر الإعجاب لتدعمونا أكثر وأكثر ونتمنى أن تكبروا أسرة إيماجدون وتشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد فهذا يسعدنا ويجعلنا نكبر بكم ويدفعنا للاستمرار أكثر وأكثر انتظرونا في حلقات جديدة مع قصص خيالية من إيماجدون إلى اللقاء